يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان فجاء إليه جمل بعير وقف بين يدي النبي وعيناه تذرفان بالدم الجمل يبكي وشكى شكوى لسيدنا رسول الله وربنا علم سيدنا النبي لغة الحيوانات فلما شكى له قال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا البعير فين صاحب الجمل ده فين صاحب البعير فجاء به إلى سيدنا رسول الله فقال إن هذا البعير شكى لي أنك تجيعه وتدئبه أنك تتعبه وتحمله من العمل ما لا يطيق إياك أن تفعل معه هذا بعد ذلك والصحابي أقر لسيدنا رسول الله أنه كان يفعل هذا وعاهد النبي أنه لن يعود الجمل عرف أن النبي رحمه فشكى له من صاحبه الذي لا يرحمه لذلك سيدنا النبي يقول في الحديث عن الحيوانات اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الطرقات فرب مركوبة أفضل من راكبها وأكثر ذكرا لله منه رب العز يقول في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم قولة أفضل من راكبها